اشتركوا في القناة البرج الجوزاء ورح ينتقل في ساعة الفجر لبرج السرطان القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 2240 دقيقة من صباح اليوم الأربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج القمر من الآن ولغاية ساعة الصباح اللي هو لغاية الساعة 42 دقيقة صباحا بظل موجود في برج الجوزاء طبعا التوقيت بتوقيت جرينيج عشان هيك منظل لغاية هذا الوقت بنشعر بنشاط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد بيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا طبعا عندنا اليوم زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية الاقتران السلبية اللي بين عطارد وبين زحل وطبعا هاي زاوية تأثيراتها من اليوم اللي هو واحد ثلاث لغاية يوم أربعة ثلاث ذروتها يوم اثنين ثلاث في تمام ساعة ثنتين وثلاث وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتسببنا بعض التعب، القلق، الحذر، الميل الكآبة بتحد من خيالنا، بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن إنه يضر بصحتنا وبرضو بدنا ننتبه أثناء حركتنا وأثناء قيادتنا للسيارة وما في داعي لأي مغامرة مالية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها برضو ليوم أربعة ثلاث وذروتها يوم اثنين ثلاث ساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا وعادة عند حدوث اتصال ما بين الزهرة وما بين المشتري بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبيسهل علينا قدرة إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائقة الفنيية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهاي القدرات مثل الفن والديكور والتجميل وإلخ أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي موجودة اليوم مع القمر هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهي طبعا تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء طبعا ذروة هاي الزاوية الساعة وحدة وسبع دقائق فجرا من فجر يوم الأربعاء فتأثيرها من الآن ولغاية ساعات الظهر تقريبا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة وسبع دقائق فجرا ورح يستمر لغاية الساعة ثنتين واربعين دقيقة برضو فجرا أو صباحا لا ينتقل القمر ويستقر بعديها لبرج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثنتين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الأربعة بنتقل القمر وبصير في برج السرطان يعني طيلة النهار هو في برج السرطان فبنشعر بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يظرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها في هاي الفترة ممكن نهتم بأمور إلها علاقة بالعقارات يعني بيع شراء استئجار حل قضايا عقارية أو زراعة نبتماء أو ديكور أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع بالبيت بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عندها الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والريئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هي نظام التبادل هدولا الأكثر حساسية لغاية ساعات الصباح يعني ما بجوز عمل عمليات جراحية لإلها لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير ما فيه أي مشكلة أما من ساعات الصباح وما بعد بيصير عنا الأكثر حساسية المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب السفاق وأيضا الجهاز الإنفاوي وعدم الصدر هدولا الأكثر حساسية اللي هي طيلة يوم الأربعاء فعشان هيك بنحاول قدر الإمكان يعني مراجعات طبيعة أخذ علاجات ما فيه أي مشكلة ولكن عمليات جراحية كبرى ما بنصح فيها طبعا هذا اليوم يصلح بإجراء عمليات جراحية لجميع أعضاء الجسم دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 3-3 بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة 22-22 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 3-15 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 9 أيام في تمام الساعة 10-3 دقائق صباحا بصير عمره 10 أيام نسبة الإضاءة بتصير 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 طبعا الآن هي سعيدة بنسبة 10% في ساعات منتصف الليل وما بعد بتصير سعيدة بنسبة 30% من ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 60% وبتكمل هيك طيلة اليوم القمر الآن في الجوزاء ورح ينتقل في ساعات الصباح لبرج السرطان ورح يضل في برج السرطان لغاية يوم 3-3 الآن هو سعيد بنسبة 10% ساعات منتصف الليل وما بعد بصير سعيد بنسبة 45% ساعات الصباح بترجع نسبة السعادة إلى 15% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% لأنه القمر محترق ما بشكل أي زوايا فبيضعف بشكل كبير وبصير منتحس في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 40% أما في ساعات المساء لأنه الزوايا اللي بتتشكل يوم الخميس بتبلش التأثر فبتنزل نسبة النحوسة لغاية 25% عطارد في الدلو حتى يوم 2-3 سعيد الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بسبب زاوية الاقتران مع زوح البصير منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيدة بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة للمشتري اللي في الحمل لغاية 16-5 بعدهم دي ينتقل لبرج الثاور سعيد بنسبة 15% اليوم زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا لليوم الثالث على التوالي منه الآن ولغاية ساعات الصباح بظل النشاط عالي جدا عندكم على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وسرعة البديهة والتعامل مع الإخوي أو الجيران وبرضو فيها فترة ممتازة لتعزيز العلاقات مع الأحبة أما من ساعات الصباح فهنا التركيز بصير حول مصالحكم البيتية والعائلية أهمش أن ما تتهربوا من المسئوليات وإن كثرت وحاذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاووا من تصرف أحدهم اتجاهكم نظموا جدول أعمالكم ونشاطاتكم الأعباء بتصير خلال هذا اليوم كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة حاولوا قدر الإمكان ضبط الأعصاب أثناء تصريف الأمور العائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح الأجواء ما زالت جيدة على مستوى المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعن تعزيز العلاقة مع الأحبة برضو الأجواء ممتازة على مستوى ترتيب وضع مالي ما ولكن كل ما اقتربنا لمنتصف الليل حاولوا قدر الإمكانك وما تجازفوا وما تغامروا بالأمور المالية أما من ساعات الصباح وطيلة اليوم بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران حاول إنك تعبر عن رأيك بجراءة وحرية وحزز علاقاتك ولكن بدون فرض الرأي وبدون الانتقادات والكلام المبهم عشان ما تنفهم غلط وتصير مشاكل ابحث عن التوافق والانسجام بينك وبين الأطراف ممكن تضطر لدفع مبلغ طارق من المال وبرضو بدك تحاذر إهمال وضعك الصحي وتجنب الإرهاق برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم يعني من الآن ولغاية ساعات الصباح عندك قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وطاقتكم اليوم بأوجها عندك طاقة ممتازة ونشاط وحيوية وسرعة بديها قوية جدا حتى يعني مظهركم العام في طاقة فيها طاقة قبول لائلكم من ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبرج السرطان فهنا بتعيد وتنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن اتنظموا اليوم أقصاط أهم إيشينك وما تسمحوا لها بالتراكم فكروا بمنطق وعلجوا الأمور الطارئة فورا وخصوصا الأمور المالية حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ممكن اليوم تعرف لقاء داعم ولكن دون أي مجازفات مالية وانتبه على أموالك من المحتالين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر من الآن ولغاية ساعات الصباح ما زال موجود بالجوزاء بيت متاعبكم فعشان هيك بتظلوا شوي تشعروا بالتعب أو بتراجعوا في أمور الصحة إرهاق أو تهرب من الواقع بتحبوا الجو لحالكم بتحبوش تحتكوا في الناس بتحبو الوحدة بتحبو الأشياء هاي ما تخلوا مراحل الاكتئاب إنها تسيطر عليكم لأنه في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير عندكم فعشان هيك من ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحياوية وبتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات وممكن تتلقوا إشارة أو تبدأوا بتنفيذ خطة وبتستعيد حياتك رونقها وحيويتها ولكن ما تخلي الشك والغيرة إنهم يسيطروا عليك برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل في عندكم نشاط وحيوية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن القمر بيقترب من بيت المتاهب فعشان هيك ممكن شوي تنزعج من صديق أو تسمع خبر يزعجك أو تصرفه ما يناسب وضعك يأنت فعني هيك تتذمر من سلوكه أو تتهرب منه بدك تحذر من هاي النقاط من ساعات الصباح طبعا القمر رح يوصل لبيت متاعبكم لبيت برج السرطان فهو أنا بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم وبسجل هذا اليوم ركود على جميع الأصعدة بنصحكم بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم بالعكس اعملوا بشكل روتيني فقط لا غير وتخلصوا من العادات القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك بدكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولون وبرضو بالمقابل حولوا قدر الإمكان ما تفرضوا سلطتكم على الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم وبدون مجازفات ولا مغامرات ولا مخالفة قوانين ما تحاول إنك تتخاطر أو تغامر بأي شيء ممكن يشوي السمعة أما من ساعات الصباح فتنشطوا بين الأصدقاء اليوم بتصير الأمور بالنسبة لك أوضح وبنظرة متفائلة أكثر وبيطمئن بالك وممكن تحصد دعم وتأييد وبتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش إنك تلطف الأجواء وتحاول إنك ترجع العلاقات مع العلاقات الاجتماعية والعاطفية لطبيعتها حاول إنك ما تفرض سلقتك برضو على أحباك ويبعد عن الانتقادات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة أو عنده سفر بده يستعد بشكل جيد ويتفقد أوراقه أمتعته بشكل جيد تذكرته أي شيء أي شيء بده ما يعتمد على الحضوض ما يقول إنه الأمور ماشية صحيح إنه الأجواء ما زالت إيجابية وفيها كثير من المكاسب خصوصا عن مستوى الاتصالات والسفر والعلاقات مع الأجانب والأمور هاي ولكن سلبية خلو المسار بتأثر عليكم بشكل كبير أما من ساعات الصباح فهنا بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نضموا وقتكم بشكل جيد وكونوا واضحين في أولوياتكم ما تدعوا أي شخص يثير إنفعالكم أو غضبكم خلال هذا اليوم باستطاعتكم مواجهة أقوى المنافسة لأنه اليوم أنتوا بتتمتعوا بسرعة خاطر وذكاء حاد ولكن ما تعتمد كثير على هاي النقطة لأنه هذا البيت اللي هو البيت العاشر بيغرر بالشخص فبيخليه يخطأ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة اللي هي أي مال معك شريك فيه إن كان مال زوج مال شخص بدعمك مال بنك ضريبة تعمين قروض ميراث أي إشي مال مشترك بدك تنتبه له بشكل جيد لا تجازف فيه ولا تغامر فيه ولا تتصرف فيه بشكل يعني بقرار منفرد عشان ما تتسجل عليك نقاط وبرضو ما تتحاسب على هاي النقطة ولا تداين حد فلوس وما تغامر بالأمور المالية أما من ساعات الصباح هنا القمر رح يوصل للبيت التاسع يعني رح يصلكم خبر سار اليوم ممكن تنشطوا بالسفر بالاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوظ ممكن بعض موليد العقرب زي ما حكينا يسافروا أو يشاركوا بمؤتمر ممكن تكون عندك اتصالات مع أشخاص من خارج البلاد أو دعم من أشخاص أجانب عنك ممكن تتلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار أو تفاوض يعني فيه علاج لمسائل متنوعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الصباح بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة يعني مع العاطفة اللي هم الأزواج تحديدا هم أكثر الأشخاص يعني ممكن مصالحة اتفاق على خطوات معينة ترتيب برنامج معين ولكن بدون عصبية وبدون مشاكل وبدون فرض الرأي هاي أهم النقاط وانتبهوا على صحتكم في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثامن شوي صحيا بتتحسن ومعنويا ممكن تعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة خلال هذا اليوم باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق في التفاصيل أهم شيء برضو بالفترة هاي ما تغامر أي مغامرات مالية وما تدين أي حد فلوس لأنه ببساطة ما رح يرجع لك ياهم برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بدكوا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم وعملكم لأن القمر بدأ الآن في مراحل المقابلة عشان هيك بدأت طاقتكم تنزل شوي شوي حولوا قدر الإمكان إنه ما ترهقوا حالكم بأعمال جديدة إذا مش ضرورية وملزمة إذا كانت ملزمة اعمل الضروري فقط وأجل الباقي لبعدين الآن حاول إنك ما تفرض سلطتك على أحبائك انتبه لصحتك ركز على وضعك بشكل عام من ساعة الصباح القمر رح يصير مقابلك في البيت السابع فهنا بتنجحوا في تعزيز شركاتكم وعلاقاتكم مع الشركاء سواء بالعمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكنها فترة صعبة تتقل خلالها الهموم والمسؤوليات اتجنبوا ردات الفعل العنيفة الفترة هاي ضاغطة بتهدد بالخواطر بالمشاكل بالحوادث ومو أنت نفسيا مضطرب خلال هذا اليوم ومرهف الحس حساس جدا أي كلمة ممكن تأثر فيك فبدك تضبط ردات فعلك من العصبية ممكن تشعر بالارتباك أو الغضب حاول زي ما حكينا مشي هالأيام هاي على خير لحديثنا القمر يتجاوز هاي المرحلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح القمر موجود في البيت الخامس يعني الحظ ما زال موجود ولكن مش بكثرة فما تعتمدوا عليه ولكن العاطفة والترفي وماليا جماليا علاقتك بالأحبة أو الأبناء بالضل الممتازة ولكن ممكن يعني في ساعات متأخرة يصير فيه قلق على صحة أحد الأحبة أما من ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للبيت السادس بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا بكوا تكونوا عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم بتستعيد كامل حيويتك بتدور الأحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة خلال هذا اليوم ولكن حاذر من الاضطراب الصحي وبرضو ما تفرض سلطتك على زملائك بالعمل لأنه اليوم ممكن يصير فيه سوء تفاهم إلو علاقة بالعمل أو بعض الأعمال اللي بتنجزها تجد صعوبة في إتمامها فبدك تدقق بتفاصيلها قبل ما تسلمها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز من الآن لغاية ساعات الصباح بيضل على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة فبتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت تعزيز العلاقة مع العائلة مناسبات زيارات ممكن مشاكل أو أعطال منزلية يعني بيضل كله إلو علاقة بالبيت والعائلة من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل وصير في البيت الخامس فهون بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم تزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاولوا تعالجوا الأمور بروية مبتعدين عن أي تعقيدات الجو رح يكون ممتاز عاطفيا ماليا الحضوض بتدعمك شوي حاول قدر الإمكان تستغل هذا اليوم يا إما بتغيير نفسيتك بالترفيه بممارسة هواية بالتجميل بأي شيء المهم حاول أنك تغير من نفسيتك شوي لأنه أنت بتستحق هذا الشيء وخصوصا أنك مريت في فترة ضاغطة الآن أجل وقت أنك أنت تستثمر هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد وأن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة